أكد الرئيس عبدالفتاح أسيسي حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم جاء ذلك خلال مشاركة السيد الرئيس في المائدة المستديرة للشركات المليارية على هامش القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي وبحضور مسؤول عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية في تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد هذا وقد أشار السيد الرئيس إلى أهمية دور القطاع الخاص خاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال وذلك كقاطرة للتنمية المستدامة من خلال الاستثمارات ونقل المعرفة لا سيما الحديثة أو التكنولوجية وأكد متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا مع ممثل الشركات الذين أبدوا اهتماما بالعمل في مصر أو التوسع في مشروعاتهم القائمة كما تم أيضا في هذا الصدد استعراض جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتشجيع ريادة الأعمال فضلا عن مناقشة أفاق التعاون والمشروعات المستقبلية الممكنة بين مصر والحضور من الشركات والمؤسسات وذلك في ضوء التقدم المحرز على مستوى الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى جانب ما تتمتع به مصر من مقاومات كقوى بشرية وبنية أساسية مؤهلة تم تحديثها والتوسع فيها خلال السنوات الماضية ومصادر متنوعة للطاقة بالإضافة لسوق ضخمة ترجمة نانسي قنقر